اشتركوا في القناة في العالم وهنبدأ معاكم باول توقعات ليلى عبداللطيف للعراق بتتوقع ليلى عبداللطيف اننا حنشهت تغييرات كبيرة جدا هتحصل على ارض العراق وده حيصب في استعادة هيبة الدولة والجيش والحكومة الحالية ايضا وبيكون لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكواظمي دور كبير في حصول هذا التغيير المهم مما يساهم في تخفيف معاناة الشعب العراقي من الفوضى وحيكون عنوان المرحلة القادمة من 2022 للعراق ان السيادة وارض ودولة وجيش العراق خط احمر وسنرى العراق خلال المرحلة القادمة خالية من اي تواجد عسكري اجنبي ارى انسحاب كامل ومفاجئ للقوات الامريكية في العراق وسيصبح الجيش العراقي النظامي هو القوة التي تحكم وتتحكم على كل الشبر من الاراضي العراقية بعد القضاء على كل انواع التطرف في المرحلة القادمة وارى دور كبير لدول الخليجة على رأسها المملكة العربية السعودية في رسم خارطة اقتصادية فاعلة للعراق خلال المرحلة المقبلة مما سيجعل مستقبل العراق الامني والسياسي والاقتصادي في ازدهار مميز مما سيجعل الدخين الابيض لمستقبل العراق يتصاعد في قوة العراق الاقتصادية القادمة هنروح بعد كده لاهم توقعاتها لليبيا شايفة في المشهد الليبي شخصية رياضية ليها نجاح في ادارة الاعمال في ليبيا وايضا في العالم سوف تقود نهضة ليبيا العمرانية سواء نجحت في الانتخابات ام لم تنجح قالت لان هذه الشخصية مرشحة للانتخابات الرئاسية محبوبة جدا من كافة الشعب الليبي رغم كل محاولات التشويه والافتراء الدائم ضدها كمان شايفة الشخصية دي بتمتلك الجرأة وبترد على كل الخصوم بالورقة والقلم والنجاح والناس بيسألوا ليلى عبداللطيف مين يطارها الشخصية دي لكن هي بتقول انا مش عارفة بعد كده حنتكلم عن اهم توقعاتها بالنسبة لتونس بتقول للرئيس التونسي قيس سعيد يجب ان تنتبه على امنك خوفا من حدوث محاولة اغتيال ممكن تقوم بيها بعض الاطراف في تونس وان ينتبه على صحته بشكل خاص وبتتمنى للرئيس التونسي وللشعب التونسي ايضا كل السلامة والخير للأسف الشديد ارى ان الاغتيالات لن تنتهي من الساحة التونسية في الفترة المقبلة وارى بعض الاغتيالات السياسية التي ستشهدها تونس خلال المرحلة القادمة شايف كمان ان حكم الاخوان في تونس سوف يتراجع بشكل لافت وكبير في 2022 التغييرات القادمة على تونس ستكون كبيرة ومهمة والشرع التونسي قادم على انتفاضة كاملة للتغيير خلال المرحلة القادمة مع بداية الاشهر الاولى من 2022 سوف يصبح مجلس النواب التونسي حديث الاعلام واراه لن يبقى مجمدا خلال المرحلة الراهنة وبتقول ان ما بين الشروط والضغوط الشرعية ارى ان هذا المجلس سيكون مؤقتا وارى تغييرات اتية لمحالة في اكثرية الوجوه الموجودة حاليا في مجلس النواب التونسي وستصبح تونس من الدول الاولى في السياحة مثل دبي والشعب التونسي واعي وحيتكتفوا وحيعملوا مظاهرات سلمية عدة دول ايضا ستشارك باستثمارات زي دول الخليج وغير الخليج في اعمار تونس اما اهم توقعات ليلى عبداللطيف بالنسبة لليمن شايف محاولات انهاء الحرب الدامية في اليمن ستكون العنوان الابرز لكل المبادرات العربية في 2022 وخاصة السعودية ومن هنا ارى ان اليمن قادمة خلال المرحلة القادمة على عهد جديد وحكم قوي وجيش موحد مع تغيير في الوجوه السياسية القادمة مع تشكيل حكومة يمنية جديدة وفاعلة ومرحلة السلام والاستقرار ستبدأ من العاصمة صنعاء ومطار العاصمة صنعاء ايضا سنسمع عن المبادرة وطاولة حوار برعاية وقيادة وليل عهد السعودي محمد بن سلمان ستضع اليمن على سكة الحلول وبدايات الاستقرار ولن تكون ايران بعيدة عن هذا الحدث او الحوار الذي تراه ينطلق في 2022 باذن الله في المدى القريب مش البعيد ايضا بتتوقع ليلة عبداللطيف ان الرئيس هادي عبدالربو سيتعرض لوعكة صحية وطارقة وبتتمنى لي السلامة وبتقول ستبقى اليمن مهما اشتدت الازمات على رأس اهتمام المملكة العربية السعودية لانهاء هذه المحنة وستبقى تساند وتساعد اليمن بكل الوسائل الانسانية والمادية والمعنوية وبتقول انا بشوف ان الملك سلمان والامير محمد بن سلمان خطتهم انهم يجمعوا كل الدول العربية وما يشوفوش ولا دولة عربية فيها حروب او مفككة او فيها اي شيء سيء بتقول انا شايفة ان المستقبل القادم باذن الله سيجمع كل الدول لتفادي الحروب وتكون بسلام وامان بحكمة الملك سلمان بعد جدا هنروح لاهم توقعات ليلة عبداللطيف بالنسبة لسوريا بتتوقع انه هيقوم الرئيس السوري بحركة تغييرات كبيرة داخل المؤسسة العسكرية وداخل الحكومة السورية وسوف يتولى فتح ملفات الفساد وملحقة الفسدين وكل من حاول استغلال الازمة السورية لتحقيق مصالح او ارباح شخصية ولن يكون هناك غطاء سياسي على اي متورط مهما كان او في اي موقع كان سنشهد ايضا مبادرات كبيرة لعودة النازحين السوريين لسوريا وارى معاناة هذه الاخوة والتي طالت كثيرا سوف تنتهي تدريجيا وعلى مراحل وذلك من خلال اتفاق دولي كبير على عودتهم بامان وسلام خلال المرحلة القادمة واللسان حالهم يقول الذل والاهانة على تراب الوطن اغلى علينا من كنوز العالم والرئيس الاسد يبارك هذه العودة ويحميها سنشهد ايضا وفد سوري يجتمع مع وفد سعودي ووفود متبادلة ما بين السعودية وسوريا والامارات ثم قطر والكويت سنرى ايضا الاسد في قلب هذا الحدث ستكون سوريا امام تطورات بارزة على الصعيد الاقتصادي تبدأ بتخفيف القيود والعقوبات على سوريا ومعها مساعدات عربية وامريكية والشركات ستفتح ابوبها العربية وغير العربية مع مساعدات انسانية من اغلب الدول الفعالة تشمل كل القطاعات السورية بلا استثناء وللشعب السوري كمان بدأتوقع ليلة عبداللطيف اننا في المراحل القادمة سنشهد انسحاب كامل للقوات الامريكية من سوريا وسنسمع ايضا عن خطاب ناري من الرئيس الاسد مما سوف يلفت انظار الدول الى هذا الخطاب بكل معاني متابعين الاعزاء بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من اخطر توقعات سيدة التوقعات ليلة عبداللطيف وتوقعاتها المهمة والخطيرة للدول العربية في المراحل القادمة من عام 2022 بشكركم جدا على حسن متابعتكم لا تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة ولو عجبك الفيديو يريد تعمل شير واشوفكم بكرة على خير ودومتم في حفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة